قال مسؤولون أمريكيون أن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي رئيس الفلسطيني محمود عباس في رمالة اليوم وذكر مسؤول أن سوليفان سيناقش الجهود الجارية لإصلاح السلطة الفلسطينية وتقويتها ومحاسبة المستوطنين المتطرفين على أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يأتي هذا بعدما قال سوليفان أن الضفة الغربية وقطاع غزة بحاجة إلى ربط حكمهما تحت قيادة سلطة فلسطينية قرى إصلاحها